أهلا بكم من جديد في الوقت اللي مصر بتستعد فيه لاستقبال أعمال قمة المناخ كاب 27 في مدينة شرب الشيخ ظهرت نتائج مسابقة التغيرات المناخية واللي نظمتها وزارة الثقافة وفازت فيها أشرقة عمر غنيم الطالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة وده مشروحها تصميم مبنى صديق للبيئة خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المشروع إزاي نقدر نوظفه وإزاي نقدر نستغله في المستقبل خلينا نسأل أشرقة اللي موجودة معنا النهاردة في الستوديو وكمان المشرف عليها الدكتور إبراهيم جمال مدرس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة صباح الخير عليكم أهلا وسهلا صباح النهار أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألف مبروك أشرقت الله يبرك أشرقت حكي لي الحكاية أشرقت تصميم مبنى صديق للبيئة بشكل مختلف لدرجة أنه يعني يكسب في مسابقة زي دي وليلي بقى الفكراجات إزاي وإيه اللي عملتين مختلف علشان تتقدمي بي لمسابقة هو التصميم ده أنا كنت عاملاه في الليفل فول في سمستر وون كنت عملته وكنت فيه مكان محدد دي بس فكنت عملته كنت قلت استغل كان فيه مادة كمان استغلت المادتين في بعض علشان أقدر أطلع التصميم لا يا الشخط أكيد في حاجات تفاصيل أكتر من اللي أنت بتقوليها بكتير تخليكي تكسبي في مسابقة وتتلعي بها يعني الموضوع مش بسيط خالص لدرجة أنه برايجيك في ليفل فور وبفجأة تدخلتي مادتين أكيد قلت بقى عملتي في حاجة مواد استخدمتيها متخيلة أن له شكل تصميم يعني يا حكالنا ما تبخيش علينا بالمعلوم هو المفروض مجمع التلات أدوار مول كده تجاري بعد كده إداري للشركات وكده وبعد كده سكني فندقي استوديوز وكده استخدمت بقى الحاجات اللي هي تقدر استغلي بيها الطاقة المتجددة اللي موجودة عندنا في الطبيعة يعني مثلا حطيت فوق اللي هي الخلايا الشمسية عشان أقدر استخدم الطاقة الشمسية في الإضاءة وكان فيه سينسوريز في كل المبنى اللي مش هيفتح لي الإضاءة أصلا غير لو كان عارف إن الإضاءة مش هتكون اللي جاي من بره مش هتكون مكفيات حطيت نباتات يعتبر في كل مكان علشان تزبط الهوى وكده كنت فاصلة بين المبنى من فوق علشان الهوى اللي يدخل يعمل دوامات فأقدر إن أنا ما استخدمش تكيفات وحاجات من دي أقدر إن أنا الهوى اللي يكون موجودة عندي سائع وكان فيه الإضاءة وموفرها في كل الأماكن علشان كمان في الأدوار اللي هي تحت عاملة فتوحات من فوق كده وكمان اللي هي الدورك فوتر والبلاك فوتر دول استخدمتهم في إن هم بيتعتد دوارهم وبقدر أستخدمهم في الحريق وبقدر أسئي بيهم النباتات اللي هي موجودة في كل الأدوار يعتبر يعني مش محتاجين إن إحنا نستخدم مية تاني طيب عظيم الفكرة جابتكو دكتور أول ما تقدمت بها أشرقت طبعا هو أشرقت من الطلبة المتميزين جدا والمجتهدين جدا عندنا هي الأولى على دفعتها إن شاء الله مع أنها طبعا لا يفزت هي الأولى على دفعتها عندنا هو حضرتك التوجه أصلا بما عندنا للطلبة بيكون خاص بي إن إحنا بنشوف إيه التحديات اللي إحنا بنواجهها حاليا كدولة وكعالم فكم من أهم التحديات اللي إحنا بنواجهها عموما هي طبعا التغيرات المناخية اللي إحنا العالم كله بصددها ومصر بتصديف قمة المناخ حاليا فبنبتدي إن إحنا نوجه الطلبة إن المشاريع بتاعتنا كلها المشاريع المعمرية لازم تكون قابلة للاستخدام وقابلة للتحدي الجديد الخاص بالمناخ من خلال استخدامات جديدة للطاقة استخدامات لطاقة متجددة زي الخلايا الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة زي إن أنا بحاول إن أنا أقلل من استهلاك الطاقة الأساسية زي إن أنا إزاي أستخدم التهوية الطبيعية بشكل أكبر بدلا من التكيفات زي ما أشركت ما قالت إن أنا إزاي أوفر من استهلاكنا للمية وغيرها فطبعا أشركت كانت من أميز المشاريع اللي كانت متقدمة عندنا وهي لما جدت فكرة المسابقة وجدت تعرضت علينا المسابقة طورت على المشروع بتاعها وتقدمت بيه وكانت يعني الحمد لله إنها فازت بالمسابقة الجامعات أو كثير من الكليات بيبقى عندها سيستم يعني أنتو حضراتكم واضح أنكم وجهتوا بأن المشروعات تكون بتتناسب مع التوجه اللي بيحصل أو التطوير اللي بيحصل في الفترة الأخيرة لكن في كثير من الكليات بتبقى حطة مثلا زي عاملة فوكس جروب كده من خلاله بتقول إحنا عندنا عشرة أفكار خمس أفكار وبيشوفوا مين بيبقى يعني محبز إنه يشتغل على فكرة معينة أنهي سيستم بتتبعوه في الكلية هل الأفكار كلها بتيجي من عند الشباب ولا حضراتكم بتشوفوا إن إحنا عايزين الخطة السنة دي نشتغل كل البروجيكس حيث نشتغل في السياق واحد بحيث إن إحنا ندعم نقطة واحدة تكون الدولة شغلة عليها هو حضرتك الموضوع ممكن يكون لي علاقة أكتر بتخصصنا إحنا اللي هو التخصص المعماري أو تخصص العمارة لأن إحنا كمعماريين بقى في المهنة عموما بعد كده بعد ما الشباب ما بيتخرجوا وإحنا كمعماريين بنكون حاملين لأمانة أمانة المباني والمجتمعات الخاصة أو المدن عموما بشكل عام اللي موجودة فإحنا بنحاول نوصل ده للشباب إنه هما ما يبقوش بعاد عن الحدث أو الواقع اللي إحنا عايشين فيه فعلا فإحنا كل سنة بنطور الخطة بتاعتنا طبقا للمتواجد فعلا واللي إحنا عايشينه فعلا زي مثلا لما كنا ساعة سنة الكورونا أو كده فبقى فيه متطلبات جديدة في التصميم المعماري لأن إحنا إزاي الإجراءات الاحترازية في التصميم نفسه وفي الحيزات الداخلية والخارجية جينا دلوقتي وطبعا من قبل كده تحديات الطاقة عندنا فإحنا بدأنا إن إحنا نشجع الولاد نما إزاي يستخدموا الطاقة المتجددة في المشاريع بتاعتهم عندنا أزمة المية فبدأنا إن إحنا نتكلم معهم إن إحنا إزاي نوفر في استهلاك المية إن إحنا نعيد استخدام الصرف الصحي إزا كان الجري ووتر أو البلاك ووتر ويعيدوا استخداماتها زي ما كانت أشرقت مقالة في إطفاء الحريق في إعادة إن أنا أريي اللانسكيب مثلا أو النباتات أو كده بعد معالجتها طبعا فأنا ببتدي إن أنا بشوف مع الشباب عندنا أو مع الطلب عندنا إحنا عايشين في إيه التحديات اللي إحنا عايشينها وإن إنت إزاي كمعماري تقدر تتعامل معها وتواجهها بأسلوبك المعمار الصحيح طيب ده عظيم أشرقت إنت كنت لوحدك في المشروع ده يعني كل حاجة إنت اللي نفستيها إنت اللي فكرتي إنت اللي نفستي إنت اللي عملت كل حاجة آه بس يعني كنت بوري للدكاترة أول بأول فهم ما هو بقى هنا عايزين نعرف دول الدكاترة في الموضوع إيه يعني إيه الدعم كمان اللي قدمته لك للجامعة يعني هما يعني قريدي باقدمها الحاجة فهي بتتصحح بقى اللي هو يعني ده مش هينفع ده مش هينفع يتحقق أو ده يعني توجيه مثلا آه آه طيب فيه دعم تاني ولا هو كده بس؟ يعني فيه ماتيريال مثلا تستخدمتيها فيه أي حاجة تستخدمتيها؟ أكيد آه الماتيريال كل حاجة يعني بكوم بتأكد منهم أو مثلا يقولي مثلا الماتيريال دي مش هتنفع هنا فحنا هنلغيها مش هينفع في المكان ده أو مثلا الإليفيزين كنت عايزة استخدم ماتيريال دي مش هتكون موجودة هنا فهنغيرها وانت بتختاري المواصفات عملت حسابك كمان في قد ايه ممكن يبقى سهل أنه يتنفس في الوقت القريب يعني وانت بتختاري الماتيريال اللي عرفتي قارنتي بين الأسعار إن ده ممكن يكون أغلى مش بس أنه يبقى صديق للبيئة فيه حاجات بتبقى صديقة للبيئة لكن لسه ما تعملتش أو ما تعملتش على سكيل أوسع فقد تكون أغلى شوية وانت بتختاري الماتيريال اللي هتشتغل عليها أو المواد اللي هتشتغل عليها قارنتي بالأسعار وقارنتي مدى توفرها أصلا في السوق المصري بحيث أننا نقدر فعلا نعمل المبنى بتاعك قريب هو فعلا ينفع يتعامل بس هي الأسعار عموما حتى يعني في الرخيص برضو لأقل حاجة هكون غالية جدا في التكلف بس هي على المدى البعيد هيتوفر كتير جدا يعني هوافر الكهرباء هوافر الحاجات كتير جدا فيعني مش هكون هصرف بس هي في راحلة ما هي تتعامل أهتكون غالية جدا بس بعد كده خلص هي توفر كتير جدا كمان هي مستدامة يعني مفهوم دكتور عشان نعمل مشروع زي ده محتاجين إيه؟ عشان يتنفذ على الأرض الواقع محتاجين البيئة اللي احنا فعلا عايشينها دلوقتي يعني سيادة الرئيس دلوقتي توجه بتاعنا لرؤية مصر عشرين تلاتين أول محور فيها جودة الحياة اللي هو ومتاخد أصلا من أهداف التنوية المستدامة العالمية المحور رقم حداشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي دلوقتي احنا فيه مجتمعات جديدة بتنشأ في البلد قابلة أن هي تقبل مشاريع زي مشروع أشرقت اللي هي تتنفذ الأفكار الجديدة الأفكار الدعمة للدولة والبيئة الدولة دلوقتي دعمها جدا وبتشجع جدا اللي هي تتنفذ فنقدر أقول أن مشروع زي مشروع أشرقت قابل للتنفيذ فعلا ممكن أشرقت كان بتتكلم على فكرة التكلفة أو كده اللي هو ممكن تكون زيادة أو كده فاحنا بنتكلم مثلا زي نظام الطاقة الشمسية هو في البداية ممكن يكون تكلفته أعلى شوية لو أنا اشتغلت بالنظام الطاقة الكهربائية الطبيعية لكن هي زي ما هي أشرقت موضحت بنيجي على المدى بعد كده أنا خلاص أنا عندي الطاقة متجددة الطاقة الشمسية ربنا خلق أهلنا من دون مقابل أو كده فالموضوع قابل للتنفيذ طبعا مع طبعا دعم الدولة اللي احنا عايشين فيه فعلا دلوقتي طيب المبنى نفسه بقى دكتور إيه المواد اللي هيتكوم منها هذا المبنى؟ يعني احنا مش مفروض هنعمل مبنى؟ تمام هيتكوم من إيه؟ احنا عارفين مباني بتتكوم من طوب زي ما احنا عارفين طوب وأسمنت هل فيه مواد هتدخل في بناء هذا المبنى؟ طبعا حضرتك احنا دلوقتي أي مبنى معماري بإحنا عندنا ثلاث حاجات أساسية بتخش في التصميم عموما عندنا أو ثلاث محاور خاصة بالتصميم الشكل والإنشاء والوظيفة طبعا الوظيفة هي زي ما وضحت لحضرتك أنه مبنى متعدل استخدامات تجاري إداري سكني الجزء الخاص بالإنشاء طبعا هي مستخدمة مواد جديدة متطبق فيها النانو تكنولوجي خاصة مثلا زي استخدام مثلا زجاج معالج لقي فبيدخليش الأشعة الضرة لها مثلا استخدام مواد ممكن تكون معالجة أصلا تبقى الحمل الإنشائي على المبنى بيكون أخاف طبعا استخدام مواد زي الدهانات مثلا يبقى ما فيهاش مثلا مواد طيارة أو حاجات اللي هي ممكن تكون تضر بالإندور إير كواليتي أو الهواء الداخلي في المباني أو كده فهي بتحاول أنها تستخدم حتى مواد البنى تكون مواد صديقة للبيئة من غير ما يبقى فيه أي انبعاثات أو أي ضرر على البيئة المحيطة لها أو حتى ممكن يكون أصلا طريقة التصنيع كمان صديقة للبيئة يعني احنا عارفين كتير من المصارع يمكن مؤخرا بقينا بنركز جدا في التفاصيل الصغيرة دي لكن عادنا فترة طويلة جدا طريقة التصنيع نفسها بتكون ضرر للبيئة حتى لو بنطلع منتج صديقة للبيئة في الأول أكيد طبعا أكيد طبعا إحنا حتى دلوقتي لما نجي نتكلم مثلا عن حد من الأمثلة العظيمة والقدوة لنا المعماري المصري العظيم حسن فتحي معماري حسن فتحي لما جيه عمل الفكر بتاعه الفلسفي جي قالك ابني باللي تحت رجلك راح المنطقة شاف إيه اللي موجود هناك فيه حجر هناك أنا حابني بالحجر فيه هناك الطين وطور عليه واعمل طوب بنا هناك بالمكان اللي هناك حسن فتحي كان شغال بفلسفة عظيمة جدا كان يقولك إن المعماري بيتعامل مع بيئتين البيئة الأولى اللي هي البيئة اللي ربنا خلقها لازم أحافظ عليها ومأزهاش حتى فيه تصنيعي لمواد البنى اللي أنا بستخدمها للبيئة التانية اللي هي من صنعنا إحنا واحترمنا برضو للبيئتين البيئة اللي هي من صنع الله والبيئة اللي هي من صنعنا إحنا طيب أشراقة المسابقة كانت عاملة إزاي المنافسة فيها كانت عاملة إزاي إيه المشروعات اللي أنت كنت شايفة أنها برضو مشروعة من المشروعات المهمة آه كان فيه مشاريع كتير قوي مهمة كان مشروع دكتور هو كان فيه عدد كبير فعلا من المشاريع مع المقدرناش اللي احنا نحصيها فعلا وكان فيه مشاركات كبيرة جدا ومشاريع قوية جدا لكن الحمد لله رب العالمين أن مشروع أشراقت نال إعجاب لجنة التحكيم أن هي أنها تفوز لأنه كان مشروع مختلف من ناحية التشكيلية والمعمارية ومن ناحية البيئية تعاملها مع البيئة أنه يكون مبنى صديق للبيئة هو قدر أنه يحقق المعايير أنه يكون فعلا مبنى صديق للبيئة قابل للتنفيذ غير دار للبيئة المحيطة به فأشراقت الحمد لله بمشروعها وباكتهادة وتمييزها قدرت أنها تنال الإعجاب لجنة التحكيم وأنهم اختروها أنها تفوز بالجايزة أشراقت أنت في لفل 5 هل عندك مشاريع تانية المفروض تقدميها ولا ده المشروع الأخير لك لا لسه فيه مشروعين فيه مشروع التخرج الكبير قوي ده ولسه فيه مشروع للسمستر ده طيب فكرت أن أنت تكملي على اللي أنت عملتيه ولا أنت فكرتك قائمة على أنك أنا عندي لسه أفكار تانية عايزة أعملها مش عارفة بقى بما أن ده كسب وكسب مركز أول كمان في مسابقة كبيرة وزي ما كان الدكتور إبراهيم بيقول كان العدد أكبر من أنكم تبقوا عارفين عدد المشروعات المشاركة فكرت أنك تطوري كمان تخديل لليفل أعلى ثم أعلى حيث أنك توصل للمرحلة مختلفة في التصميم هو أنا مش هيخذ المشروع ده بس مثلا هأخذ الماتيريز هأخذ الحاجات اللي أنا استخدمتها فيه يعني هو هيبقى على مساحة أكبر أكيد هيبقى مشروع تخرج بقى فهيبقى على حاجات أكبر فمثلا هستفاد بقى بالحاجات اللي أنا قدرت أطلع بيها من المبنى ده وأقدر أدخلها بقى في المشروع هتعملي مدينة مثلا صديقة للبيئة بحالها مثلا هتعملي كومباون بحاله أو مجمع سكني كامل يعني متخيلة ولا بش عايزة تقولي أفكارك على هذا لا بش عارفة لسه هعمل إيه بس لا بس هو جميل نحن نفكر حتى لو ما كانش ده مشروع تخرج بتاعنا جميل نحن نفكر نحن نطور في المشروع اللي احنا عملناه يعني احنا عملناه خلاص ودخل مسابقة وفاس بالمركز الأول لا احنا برضو مع الوقت أكيد هتجلنا أفكار ممكن نطور من الفكرة بتاعتنا مزبوط؟ مزبوط طيب دكتور براهيم انتوا بقى في القسم ازاي بتشجعوا الطلبة على هذه المشروعات؟ بنشجعهم بالتوجيه ليهم لفكرة لإشكالية لمشكلة احنا ممكن نكون عايشينها يعني مثلا بمناسبة الكلام عن مشروع التخرج أو كده احنا كنا احنا كلية فنون جميلة المنصورة كلية جديدة بدأت سنة 2014 وقسم العمارة بدأ 2016 اشراكت هتبقى ثالث دفعة تتخرج فاحنا ماشيين بمنهجية واستراتيجية في العمل في مشاريع التخرج في قسم العمارة عندنا يعني اول دفعة تخرجت كان عندنا اشكالية ان احنا اشتغلنا على المراكز بتاعة محافظة الاهلية بسيكنا مركز مركز شوفنا ايه احتياجات كل مركز المشاريع اللي ممكن تخدموا أو كده جينا تاني سنة تخدموا البيئة المحيطة أولا والناس على تطويرها وبعدين نشوفها العملية بالضبط السنة التانية اللي قد خرجت السنة اللي فاتت كنا شغالين على اشكالية ان احنا عندنا السياحة محتاجين ان احنا نطور فبدأنا ان احنا ازاي نفكر في افكار سياحة غير تقليدية يعني غير السياحة اللي احنا عندنا مثلا اثر فانا بروح له فبدأنا نشوف ايه المقاومات بتاعة مصر الغنية جدا ان احنا نقدر نعمل بيها مشروع أو كده السنة دي ان شاء الله مشروع اشركت او دفعة اشركت هيكون عن التراث الثقافي اللامدي في كل اقاليم مصر بس طبعا خلينا نبقى عارفين هو او ممكن اكون الاساس عندي او الاشكالية بتاعة التراث الثقافي اللامدي لكن طبعا لازم المباني كلها تكون مباني صديقة للبيئة مباني قابلة لاستخدام لكل الناس يعني طبعا بنراعي طبعا زويل همم لازم يكون المبنى اي حد يقدر يستخدمه ما يكونش فيه اي اعاقل اي شخص اللي هو يستخدمه لازم المبنى طبعا احنا بقينا دولايات طبعا بعد ما عندنا فترة الكران الحمد لله ربنا يعني عافانا من الفترة دي لكن طبعا لازم ان انا بدأت اتعلم من الازمة اتعلم منها ان انا ازاي ابقى بعد كده فيه اجراءات لازم اتخذها في المباني بتاعته عظيم دكتور بيبقى فيه افكار كده تكلفة تنفيذها مش كبيرة فانتوا زي ما حدك ذكرت قلتوا شفتوا مراكز المحافظة كلها محافظة الاهلية عشان تشوفوا ايه المشاكل اللي هما بيواجهوها ونبتدي احنا نحط حلول هذه المشاكل من خلال المشاريع هل فيه مشروع من هذه المشاريع تنفذ مثلا هو حضرتك هو ما فيهش حاجة تنفذت حتى الان لكن احنا طبعا بنقدم يعني بعد ما بنخلص المشروع بتاعنا احنا بنبتدي الاول بعمل بحث يعني الاول ترم ده بيبقى فيه بحث كامل الولاد بيشتغلوا عليه بشكل نظري عشان الترم التاني يكون التطبيق بتاعه اللي هو المشروع بتاعه بس احنا بعد ما بنخلص المشاريع بنقدم بورتفوليو بالمشاريع بتاعتنا لغزي حافظة ان احنا بنبقى تحت خدمة المحافظة بتاعتنا او تحت خدمة الاقليم او الجهة ان احنا مشاريعنا ان شاء الله يعني ده المشاريع المتميزة لقدمناها لتقديم حلول وطبعا بيبقى فيه جهات لما تتراء ان المشروع ده قابل للتنفيذ او كده بيرجعوا لينا تاني وبنعمل تطوير للمشروع انه بحيث انه يكون قابل للتنفيذ ان شاء الله رب العالمين عظيم هو المهم في المشروع كمان يا دكتور ابراهيم وفيه الابحاث اللي هي في التعامل ان يكون فيه تواصل بالفعل ما بين الجامعة ما بين المحافظة وما بين رجال عمال عشان يقدرهم ينافزوا هذه المشاريع واحنا بدورنا كاعلام بنصلة ضوء على النمازج الجميلة اللي زي اشرقت اللي بتقدم مشاريع بالفعل بتفيد البلد وبتمشي مع التوجه الحاصل مش في مصر بس في العالم كله طبعا احنا شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حضرتك اشاركت والف مغروك مرة تانية اشاركت عمر غنيم الطالبة بالمستوى الخامس بقسم العمارة كليت الفنون الجميلة ودكتور ابراهيم جمال مدرس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا حضرتك